أكدت الولايات المتحدة مواصلتها العمل مع مصر وقطر لسد الفدوات ما بين حماس وإسرائيل والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هذا وأوضح في دانت باتيل نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن وقت المساومة انتهى وحان وقت وقف إطلاق النار مشيرا إلى التزام واشنطن بدعم مقترح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس بايدن قبل عدة أسابيع لافتا إلى اعتقاد بلاده بأن هذا المقترح هو أفضل طريق للمضي قدما لإطلاق صراح المحتجزين